موسيقى مسانور بناء على دعوة رسمية من رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوة المسلحة الاردنية الاركن محمود عبدالحليم فريحات زار قائد الجيش العماد جوزاف عون يوم الأحد الماضي المملكة الاردنية الهاشمية لملاقات عدد من أركان القوات المسلحة ولا بحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين وسبل تفعيلة بالمراحل المقبلة وتوجد زيارة قائد الجيش بلقاء جلالة الملك عبدالله الحسين بالأصر الملك بعمان للبحث حول أوضاع لبنان والمنطقة كما وهنا جلالة الملك العماد عون على الإنجاز الكبير اللي حقق الجيش اللبنان ضد الإرهاب بعملية فجر الجرود مؤكدا دعمه الكامل لقله على كافة الأصعادة وبدوره قائد الجيش شكر الملك عبدالله على ثقة الكبيرة وسعي الدقوب لتعزيز كدراته العسكرية للدفاع عن لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره من ناحية أخرى وخلال حفل مسئ بمدينة لاس فيجاس الأمريكية يوم الأثنين الماضي قتل مسلح بيبلغ من العمر 64 عام حوالي 50 شخص وأصاب 527 أخرين وذلك بعد أطلاق نار كثيف على حوالي 22 ألف مواطن أمريكي من الطابق 32 بأحدى الفنادق وأفدت الشرطة الأمريكية أنه مطلق النار يدعى ستيفن بادوك انتحر قبل وصول كوات الأمن إلى غرفة الفندق يلي كان بداخله بدوره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عن حزنه العميقة من مأساتها الحادث ووصفها الوجوم بأنه شر خالص خلال كلمة ألقاها من البيت الأبيض ضمن الدول العديد معها الحادث المروع فأرسل أمير دولة قطرة شيخ تميم بن حمد الثاني برئي إلى الرئيس ترامب عرفية عن تعزيه بدحايا الحادث كما قدم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رسالة تعزيه مستنكرا العمل الإجرامي اللي حصل نتوقف مع أبرز النشاطات الروحية الدينية علنية شهداء الجيش اللبناني أقيم قدس إلهي في كنيسة مارسركيس وباخوس في بجي ترقص الخوري بير الخوري يعاون الخوري فادي نجم بحضور حشد من الشخصيات السياسية والعسكرية والمؤمنين وأهالي شهداء الجيش فعثت وشدد الأبخوري على معين الشهد السامية وأن إرادة الخير تتغلب دائما على إرادة الشر نحن اليوم أخوتي عم نجتمع لنرفع صلاتنا على نية شهداء جيشنا بس بذات الوقت نحن بكنيسة مارسركيس وباخوس اللي هن كمان شهدين ويلي نحن الأسبوع القادم برعيتنا منعيدلن منعيد استشهدن وشهداتن المميزة وفي كمان كلنا سوا منعرف أن سيدنا البطريارك بكنيستنا المارونية عين هالسنة أن تكون سنة الشهادة والاستشهاد لحتى نرجع نتذكر التاريخ العريق بكنيستنا وبتاريخنا بلبنان قديش حفظنا على أرضنا بشهادتنا الحلوة وباستشهادنا كان بطريارك أنطاكيا وسائر المشرك للموارنة الكاردينال ماربشار أبوتوس الراعي بزيارة رعوية إلى زحل استمرت اليومين تنترج بالخط يلي اعتمد غبطه الشركة والمحبة استهل بطريارك الراعي زيارته إلى مقار مترانية زحل للموارنة حيث كان باستقباله رعي الأبراشية المتران جوزاف معوض وحشد من الكهنة والمؤمنين ثم التقى أساقف المدينة من كل الكنائس هذا اللقاء وضع غبطه بإطار تشديد الروابط بين الكنائس من أجل خدمة رعوية أوسع وأشمل في اليوم الثاني من الزيارة ترأس غبطه قدس الأحد في كنيسة مرمارونك سارة وركز في وعثه على دعم مطلب لبنان أن يتم اعتماده مركزاً لحوار الأديان والثقافات والحضرات من قبل منظمة الأمم المتحدة وفقاً للمشروع اللي قدمه في خيمة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد مشالعون أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة بنيويورك بمناسبة انتهاء خدمته الباباوية بلبنان بيحتفل السفير الباباوي المونسينيور جابريالي كاتشيا بالإداسي إليه نار سبت المقبل الواقع في 27 الأول في بازليك سيدة لبنان حريصة حيث بيرفع خلاله الشكر للراب على نعمته وكان المونسينيور كاتشيا 59 عام قد قمضت من سنوات كسفير باباوي بلبنان قبل ما يتم تعيينه كسفير باباوي في الفلبين البلد الأسعوي اللي بيحتضن 80 مليون مسيحي علاء البابا فرانسيس على العمل الإرهابي اللي حدث في لاس فيغاس نهار التنين الماضي اللي ذهب ضحيته أكتر من 50 قتيل وأربعمائة جريح بوصفه بالمأساة التي لا منطق لها وأبرأ الحبر الأعظم برسالة تعزي لأسكفروم الكاثوليك بلاس فيغاس جوزيف بيبي موري بن في عن حزنه العميق مرسلا تعزي الروحية إلى كل عائلات الضحايا اللي تأثروا بهيد المأساة اكتصاديا ووفقا لأحصاءات الجمعية اللبنانية لترخيص الامتياز حول تطور مبيعات التجزئة خلال النصف الأول من عام 2017 الوضع الاقتصادي بلبنان لازال يراوح مكانه مكرنة بالعام الماضي حيث أنه إجمال مبيعات التجزئة من السلعة والخدمات الاستهلاكية وصل إلى 13.93% أما بالنسبة لمبيعات الكماليات فتراجعت خلال الست أشهر من عام 2017 بنسبة 10.8% من ناحية أخرى أفادت الأحصاءات أنه هناك تطور إيجابي على صعيد مبيعات فئات معينة من تجارة التجزئة مكرنة بالعام الفئات دوليا غرامات مالية بقيمة 342 مليار دولار انفرضت على البنوك الإقليمية بسبب ارتكابها مخلافات ومن المتوقع أنه تتجاوز هالغرامات حجز الـ 400 مليار دولار بحلول عام 2020 وبحسب وكالة رويترز فالقدر الأكبر من الغرامات راح يكون بحق البنوك الصينية التي تخلفت عن شركاء الدوليين بالامتثال لمكافحة تغسل الأموال المتجونية بالأردن أصبحت عبق على اقتصاد البلاد تفاصيل بهالطرير عم بعاني العالم العربي بالكامل للأسف من ركود اقتصادي شديد بأدي بشكل مباشر لشلل بمختلف المجالات وبنفس الإطار أصدرت غرفة اتجارة بالأردن ضمن بيان لإلى من يومين عن الحاجة لتدخل رسمة لمعالجة أزمة مديونية الأفراد بالبلد وبالتفاصيل أفدت الغرفة عن ارتفاع المديونية إلى بليون دينار العام الماضي حيث أنه بتعادل 70% من دخل المواطن السنوي وبترتكز المديونية على الكروض الاستهلاكية والسكنية بشكل خاص كما أشارت الجهة نفسها عن تأثر القطاع التجاري بالأردن وتراجع النشاطات التجارية فالشركات معادة إدراع على تسديد التزاماتها إلى جانب انخفاض معادلات القدرة الشرائية مما بيطلب إعادة فتح معبر حدوده مع سوريا فالأخيرة بتشكل ممر لتجارة الأردن مع أوروبا وتركيا كما دعا رئيس الغرفة عيسى الحيدر الحكومة إلى اتخاذ تدبير بإعادة إنعاج ثقة المستهلك وذلك من خلال ضبط مستويات الأسعار والبضائع الأساسية لمهما ارتفعت أسعارها لازل المواطن بحاجة لشراء إضافة إلى ذلك طلب الدولة بتقسيط الغرامة الرسوم الضرائب والجمارك المترتبة على القطاع التجاري أما من ناحية أخرى وفيما يتعلق بتشكات المرتجعة فوصل عددها إلى 651 مليون تشك خلال الثمنتة شهر الأخيرة الأمر اللي بشير إلى أزمة حقيقية حسب المعنيين ومننتقل هلأ لأبرز التغطية الثقافية اللي إمنا فيها هالأسبوع برعاية قائد الجيش العماد المغوار جوزيف عون بحضور رئيس وأعضاء نادي الشباب لبنان الأسترالي وبدعوة من العميد المغوار المتقاعد فارس يوسف الخوري احتفل الخوري بيار الخوري والخوري فادي نجم بالذبيحة الإلهية على نية شهد الجيش اللبناني يوم الأحد الماضي بكنيسة مارسركيس وباخوس بمنطقة بجة جبال قيلال عظته أعرب الخوري أنه عم نعيش اليوم تحديات وصعوبات كتير بحياتنا وأنه موضوع الاستشهاد لا يعني فقط أعلان الحقيقة اللي عايش أكتار من المسيحيين والمؤمنين بل أنه يبذل كل شخص ذاته كرميلة تا الإنسان يوصل للاستشهاد هي منا كبسة زر تا نوصل للاستشهاد إلنا بالأول بدو يكون في حقيقة أنا مقتنع فيها وهيدي الحقيقة أنا ويياكم كلنا سوا منتذكر بس نكون صغار منربع على المسل من إحنا وصغار منحلم بعالم يمكن شوي متل مدينة أفلاطون اللي هي مسالية كل ما منكبر بنصير نشوف الواقع صعب ولكن في ناس بيتحدوا الواقع وبيقولوا أنا أؤمن أنه العالم لازم يكون أفضل تلال إديس غدا تكريمه لأهالي الشهداء بحضور حشد من الضباط المتقاعدين والفعليين إلى جانب عدد من المدعوين من فعاليات المنطقة وقد تخللوا كلمات مختلفة وتقديم دروع وبدوره ممثل قائد الجيش العميد الركن باسم براهيم أعرب أنه اللقاء اليوم هو لتكريم عائلات شهداء الجيش الأوفياء وأنه المؤسسة العسكرية عم تزداد يوم بعد يوم قوة بتعزز إدرتها على مواجهة المحن والشدائد وعم بتصر على مواصلة رسالتها الوطنية أي رسالة الشرف التضحية والوفاء لقد انطلق أحباؤنا الشهداء من بيوتكم اللبنانية المفعمة بالوطنية والمسينة بشتول الورد والمحبة والأباء كما أن مسيرتهم لم تنتهي إلى التشرد والزوال بل سلمت راياتها إلى الرفاق من الجنود الأحباء الأحياء في المواقع والساحات وإلى الصامدين طاهرين الحسن والألم من الأهل والأخوة والزوجات والأبداع الذين مسحوا دموع التأثر والنوع حينما أدركوا أن الوطن باقن بفضل تضحيات أحبائهم الشهداء وأيمنوا أن الجيش ثابت على عهده ووعده أما المسؤول الإعلامي بينادي شباب لبنان الأسترالي جورج مخول فقد أشار أن حلم تحقيق فجر جديد للبنان قد تحقق بفضل المؤسسة العسكرية وبفضل الجيش اللبناني والشهداء الأبرار فدماء أعطت للبنان العزي والكرامي والنصر عم نحلمك يا حلم يا لبنان أنت الهدايا بالعلى هكذا قال شاعرنا الأستاذ سعيد عبد حتى أصبحت كلمات أغنية السيدة ماجد الرومي كنزا من كنوز هذا الحنيم الذي كلما وطئت أقدامنا ساحة من ساحته على جبيننا تاج المجد والعز والاعتزاز لما قدمه رجاله من تضحيات كي يبقى عاليا وشميخ استكمالا لنشاطات نادي شباب لبنان الأسترالي انطلق أعضاء النادي إلى محافظة الجنوب وتحديدا لبلد ترميش يوم الجمعة الماضي لزيارة أضرحات شهداء الجيش اللبناني ولإعلان كل احترام وتقدير لشهيد الوطن اللواء الركن فرانسوال حج وخلال الزيارة تم وضع أكليل من الزهر على ضريح الشهيد عربون وفا إضافة لبعض الصور التذكرية التي اتخذ أعضاء النادي لبناني الأسترالي التي خليد هالزيارة وخلالها كان البعض يناجي أبطال الوطن بعدم نسيانهم مهما مرت السنين وبعد أن طلق الحشد لزرع شجر الأرز بمنطقة عيت الشعب النقورة رمز للخلود وروح الوطنية وسط النشيد الوطني اللبناني وأغنيات تسلام يعسكر لبنان وبمرحلة تالتة انتقل الجميع لدارة اليواء وتليها مقدوبة غداء تخلل تسليم دروع لبعض المتقاعدين وانتهت الجولة بعشاء بجزين على شرف النادي اللبناني يلي لازلت جهوده ونشاطيته بدل على بقاءه على الوعد والوفاء للجيش اللبناني بمناسبة عيد تأسيس جمهورية كوريا ويوم القوات المسلحة ترأس السفير الكوري بلبنان يونج مالي الاحتفال بحضور السفير البابوي بلبنان جابريال كاتشيا ومدير المركز الكاتوليك للاعلم الأب عبد بو كسم وفعاليات سياسية ورسمية يوم التنان الماضي بفندق حبطور بيروت استهل الاحتفال بالنشيد الوطن اللبناني والكوري ومتسمى عرب السفير الكوري يونج مالي انه الكوة الدولية عم تتضامن لحل أزمة الحكومة الكورية كما واشار انه لبنان وكوريا الجنوبية عيشوا المعاناة نفسها وعم يحاربوا ليوصلوا يتقدموا بكافة الأصعاد إلى ثلاثة سنة إنه ليس كثير ولكنه ليس كبير ولكنه ليس كبير إذا صغير هذه الشبكة تزيد السلام وتدعم العالم المنتج بمناسبة إطلاق مسابقة أفضل معلم بالعالم وقعت الشبكة العربية لتربية الشعبية المشروع المسكوني لتربية الشعبية اتفاق مع مؤسسة فاركي فونديشين يوم الثانين الماضي لنيل جائزة فاركي السنوية لـ 100 مليون دولار أمريكي وشارك بها المناسبة بعض المعلمات والمعلمين اللبنانيين لذلك حضر لمركز وزارة التربية والتعليم العالي ببيروت أعضاء لجنة التحكيم إلى جانب عديد من الأثاتيزي المرشحين ومعهم مجموعة من الاختصاصيين في حقل التعليم وبها السياء تم اختيار منهم ذات خبرات عالية ومتنوعة كتعليم أطفال عندهم صعوبات تعليمية إضافة لمدرسين للاجئين السوريين بلبنان وغيرها من الطائط لذلك أسماء الرابحين رح ترفع للاجنة المركزية المختصة بمؤسسة دفاركي لرح تسمح بإدخالهم المسابقة العالمية لأفضل معلم بالعالم الزميلة كارين سلامي على الموعد لتنقلنا أخير الأخبار المتفارقة هاي ريتا وضعت سوريا من أصل تركمانة تضعى فاطمة وبيلغة من العمر 42 سنة وبنت غادة اللي بتبلغ 21 سنة مولودن بنفس اللحظة وأكد الأطباء أن المرة الأولى بالعالم لتلت فيها أم وابنتها بالوقت نفسه والملفت بالموضوع أنه فاطمة وبنتها سموا أطفالهم رجب وطيب تعبيرا عن حبهم الكبير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تم بولاية إنديانا الأمريكية رسم أكبر لوحة باستخدام التبشير امتدت على طول الرصيف لتكون حققت رقم إياسة عالمي تكونت هاللوحة من 811 رسم وكانت تحت رعاية منظمات عديدة ساهم وبتنظيف المدينة وتنظيمها كما وعم يسعى الفنانين بهالنوع من الأعمال لدخول موسوعة جنس للرقام الإياسية شارك الحضور دمن أسبوع المودة بباريس بعرض أزياء مخصص للأقزام اللي تقلقوا بتصميم أنيكا بتشمل فساطين أعراس لمصممين عالميين تزينت العارضات اللي ما بزيد طول عن أربع أقدام بالأقراط الكريستالية المميزة والجدير ذكره أنه نعمل هالمعرض دا المرة الأولى عام 2014 والهدف الأساسي منه كان نقل كيوم السئة بالنفس ونشر الوعي عود لإليك ريتا شكرا إليك كارين ومننتقل لهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية أحرزت الفرنسية كلوتيل ديبار ناري لقب دورة دولية الأولى بالتنس للسيدات لنظمة النادي اللبناني للسيارات والسياحة للأتساءل على ملاعبه بالكسليك تحت إشراف الاتحادين الدولي واللبناني للعبة وفازت بالمبارات النهائية على منفستة تركية بيرفو سانشيس وكان بالدورة النصر النهائية فازت ناري على السويدية الفاني أوستلاند وصانشيس على السربية بيونا مارينكوفيتش وحد ستة ستة أربعة سبعة خمسة وبنتيج الدورة الربع نهائية فجرت السويدية أوستلاند المصنفة الخامسة مفاجأة من العيار التقيل بإسقاطة مواطنطة من أصل لبناني جاكلين كباج عواد المصنف أولى بالدورة بنتيجة سبعة خمسة ستة سفر فازت السربية مارينكوفيتش المصنفة تالتي على الروسية فيكتوريا كان سبعة ستة سبعة خمسة والتركية سانشيس المصنفة اثنين بالدورة على الروسية فاسيليسا أبو ناسينكو سبعة ستة ستة سفر والفرنسية ناري المصنفة رابعة المجارية نعومة توتكا ستة واحد ستة اثنين وبنهاء زوجي السيدات فيست سانشيس والمصرية على أبو زكري على السويدية عواد وأستلند ستة أربعة سبعة خمسة توج النادي الرياضي بيروت بلقب بطولة أسهد الأندي بعد حوظه بالمباراة النهائية على كاشكار الصيني بنتيجة كبيرة ثمينة وثمانين تسعة وخمسين وسيطر النادي الأصفر على مجريات اللقاء النهائي وكان لعب ارتكاز الرياضي كريس دانيلز أفضل مسجل بالليقاء برصيد 21 نقطة وهذا اللقاء بالأسيا والتاني يلي بيحرزوا النادي الرياضي بعد العام 2011 أعلن نادي باني ميونيخ عن إيقالة مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي بعد الخسارة الكبيرة يلي اتعرض له في تشامبينز ليج أمام باريس سان جرمان 3-0 وأعلن المدير الرياضي للبايرن حسن صالح حامد زيتش أنه ويلي سانيول مدرب فريق شباب بارني ميونيخ سيشرف على تدريب الفريق الأول حتى نهاية الموصن العضوية اليوم من أعداد الزميلة ماريان غنمي من تبعها سوا للموسيقى أهمية كبيرة بحياة كل شخص إذ أنه بتأثر بجميع أنواعها على شعوره وعوطفه وبتعبر عن حالات الحزن الفرح الانتصار وغيرها تعتبر الموسيقى المسيحية وسيلة للتعبير عن المشاعر والتجاوب مع الله فهي ركن مهم وأساسي استخدمته الكنيسة منذ عصورها الأولى للتعبير عن إيمانة ومعتقداتها فبحسب الكتاب المؤدس الترنيم جزء من كيان الإنسان الحي ولكن بالرغم من أهمية الترنيم ومع العلم أنها فقط لمنيجلة الرب ومش لمصلحة شخصية أو مدية ما زالت حتى اليوم عنصر ضعيف بالمنطقة الشرقية بحيث لم تأخذ التراتيل حقها بعد وبهالإطار قام فريق نور الشباب باتصال هاتفي مع جابريال ساسي أحد المرنمين اللبنانيين لمعرفة رأيه بالموضوع الحق التراتيل أكيد مش مثل الحق لغاني العديين مش عميخدوا حقهم يمكن لأنه مش عميخدوا حقهم إذا بدك ميديياً يعني مش روحياً ميديياً ما عميخوا حقهم لأنه في المنطقة الشرقية بيعتبروا أنه كل شيء مفتوض يكون بباليش وأن هذه الشغلة معون حق فيها كل شيء من الرب يعني كلمة الرب مفتوض يكون بباليش مش مفتوض يكون مؤيبة المصاري هذه الشغلة مية من مية معون حق فيها بس المرنم والمؤلف والموذع هؤلاء كله اللي عم بيشتغلوا كمان في عنده المصاليف والستوديوبيات اللي عم تجهز كمالها شيء لحتى أي طعشيه تروفيسيونالي يدري يحكي يدري يحكي الشبيبي يدري يحكي العالم الموسيقى الحاضر المعاصر هذا كله بيكلف كمان المفروض بفتكر شوية نغير رهنيتنا نحن ونعرف اللي هو ما بيجو كيف ما كام هل التناليم في أشخاص عم يشتغلوا عم بيعطوا وقتون عم بيعطوا من مهنتهم لحتى يطلقون من واجبيت نقيبة الفنانين تقديم الدعم الكامل والحقوق اللازمة للمنتسبين إليه ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه هل النقيبة بتشمل المرنمين أيضا؟ إذا نحن نقدر ندخل بنقيبة الفنانين هذا الشعال كتير حلو لأنه ساعتها مكون معتبرين أنه قدرين نعطي خلقين يعني قدرين نعطي فن بيدري يسمعهم مي مكان وبيمثل بفرد وقت كلمة الله بيلعب الأعلام دور مهم بدعم الفنانين إذ أنه بيساهم بالترويج لهولاء الأشخاص وبنفس الوقت محيرابتهم فإلى أي حد هناك تقصير من قبل الأعلام تجاه المرنمين بالشرق الأوسط مقارنة مع بلاد الغرب بحيث بيسلط الأعلام الضوء بشكل كبير على المرنمين اللي بيقوموا بحفلات مثئية دينية ضخمة بتقتز بالمؤمنين من هالمنطلق كل مرنم بيسعى تمجيد اسم الرب من خلال ترنيمة معينة وكل شخص مؤمن بيلجأ لسماع التراتيل كتعزية وبركة بوسط الأيام الصعبة والمتاعب على أمل أنه تحصل هالترانيم على مكانة بتعطيها إيمتال حقيقية وسط مجتمع مسيحي بيحتاج ببعض الأوقات لوسيلة بتقربه من الرب أنت ذكرت بالمنطقة الشرية يعني عندنا بالشرق أكيد ما فينا نقرانا مع بره بره يعني إذا بدك صار صاروا من مستوى الأغاني العاديين مش تأثير من قبل الأعلام أكتر من خلال الأعلام يمكن فيه إذاعات لا بحبوا يحطوا أشياء دينية أو دعاية لأشياء دينية لأشياء دينية مسيحية بتحديد أو غير مسيحية بس بره بفتكر قصة يعني في قصة المصاري اللي بيحطوها لإنتاج هيك عمل لإنتاج هيك كونتورت ومن ضمن هل هلإنتاج هو بيدفعوا لإذاعات حتى هيحطوا الكونسيبت عليها عرفتها بفتكر هيك أنا مش قصة إذاعات أو إعلام بس قصة نقص بالموارد كلمان إنتاج عمل كبير دخم مع مسيحين كبير مع أركاس بس ترعا ومنختم مع الصفحة الجوية لنشوف كيف رح يكون الطقص بالأيام المقبلة هاي ريتا طقص خريفة مستقر عم بسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط باللبنان الجو غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات والحرارة عم بتسجل أقصها 30 درجة رياح شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بتوصل أقصها إلى 30 كم بالساعة رطوبة على الساحل بتسجل 60% حال البحر متوسط ارتفاع الموج أما حرارة المي فبتوصل لـ 27 درجة جولي سريع لدرجات الحرارة بالسحل الأقصى 30 وإدنها 20 درجة فوق الجيبال تتراوح بين 22 و15 درجة وبالداخل بين 27 و14 درجة وهلأ منروح سوى لنشوف كيف رح يكون التقص ببعض العواصم العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر هادي كانت نشرتنا لليوم عودة لالكريتا مشاهدين وصلنا لختام نشرتنا ملتقنا بيتجدد الأسبوع المقبل مع أخبار جديدة كونوا على الموعد وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا